اشتركوا في القناة صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم فازا من اعتصم بحبلكم وأمنا ونجا من لجأ إليك يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متسامفل الدرجات يحسد من على وبليلة نحو المدائن قاصدا في هال سلمان نتايت مغسلا يا ليت في الأحياء شخصك حاضرون وحسين مطروحون بعرصة كربلا عريان يكسوه الصعيد ملابسه أفديه من عار اللباس مسربلا يا ضمآن مجروح الجوارح لم يجي ما أنسوا دمه المبدد بالفلاء لا ليتك حاضر يا أمير المؤمنين شقول الشاعر يقول ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره يا جبريل كان موكلا يا عقرت أما علمت لأي معظمين يا وطأت وأي صدر غادرت مفصلا آه 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 بعد يا شعرنا قال ولثغره تعلو الصياط وطالما شغفا له وكان النبي مقبلا شهر عن سلمان وتعني يا تآه أحسين يمك لي شما حضرت أنت لله داعية حق ودليل وأقول النبي غيرك أبد ما صح بديء أنت أنت البردت نار الجليل أي فور قلبه حسين ما روئت أنت جنة الله أو نار والحساب أنت حاميم الهدى وذاك الكتاب أنت أنت لترجم الموسى الجواب ليش صاح حسين ما سمعت يا إنت حلال المشاكل من تضيئج أنت حكم النار بيدك والحريج أنت ما يبعد على أحصانك طريج أنت حكم النار بيدك والحريج بالمخي مواج ما طفيت والشبير اللي تشب نار القلوب ممشى زيان أبوي الحرم وي الغروب الزلم عادة لها تشتل بالحروب بس شتم زيان أبل الشمر عديت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مطلبنا هذه الليلة كلمة لإمامنا أبل حسن الهادي في زيارة الجامعة يقول صلوات الله وسلامه عليه أمناء الرحمن الله تبارك وتعالى له أمانة على الأرض وفي مقابل هذه الأمانة هناك أمناء تمنهم الله تبارك وتعالى في هذه الأرض ما هي هذه الأمانة ومن هم هؤلاء الأمناء تقرؤون في القرآن الكريم آية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ومن حملها؟ حملها الإنسان حسن هنا يتساءل البعض يقول هل هذه الأمانة؟ شوف هذه السماوات والأرض والجبال فأبين يعني الكل امتنع عن حمل تلك الأمانة ليش؟ يعني هل قد هذه الأمانة عظيمة وكبيرة؟ هل قد السماوات والأرض والجبال عاجزة عن حمل تلك الأمانة؟ هذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض عرضت على السماوات أم على أهل السماوات؟ يعني الملائكة أم أنها عرضت على الأرض أم على أهل الأرض؟ علماؤنا الذين شرحوا هذه الكلمة والآية المفسرين يقولون أن أظهر أنها عرضت على السماوات والأرض وأهلها يعني أهل السماوات وأهل الأرض والسماوات والأرض عرضت عليهم هذه الأمانة فأبل أن يحملها وحملها منه؟ حملها الإنسان شنو هذه الأمانة؟ هل هي العقل؟ هل هو الدين؟ هل هو الإيمان؟ هل هي الولاية كما يقول بعض علمائنا؟ أم أنها كما يقول البعض هكذا؟ يقول تكون بمعنى يجمع ويشمل كل هذه المعاني؟ بالطبع أنت هو صحيح؟ نحن نقول الولاية لكن يصير ولاية بدون عقل؟ لا يصير يصير ولاية بدون دين؟ يصير؟ يصير ولاية بدون إيمان؟ إذن لازم شنقول؟ نقول بمعنى جامع لكل هذه المعاني وبعدنا ما بيناها شنو هي؟ الآن نقول لكم ما نقدر نقول أن الأمانة هي العبادة لأن العبادة ليس من خصوصيات الإنسان من خصوصيات من؟ من خصائص كل الخلائق أنها تعبد الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما؟ ليش قال ما؟ ليش ما قال من؟ لأن من تستخدم فقط للعاقل يعني بس الإنسان قال ما في السماوات الما تستخدم للعاقل ولغير العاقل يعني الإنسان، الحيوان، الشجر، الحجر، المدار، السماء، الآر، البحار كل المخلوقات الموجودة بالوجود شبيها؟ تعبد الله أو ما تعبد الله؟ عبد الله يقول يسبح لله ما في السماوات وما؟ وهنا النظرية الإسلامية تختلف عن النظرية الماركسية الشيوعية العلمانية النظرية العلمانية ما تقول؟ تقول لا، هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال والأشجار والبحار وهذه المخلوقات ما تفقه، ما تفهم يا بشلون؟ قالوا لا، العاقل اللي يفهم، اللي يدرك فقط الإنسان غير الإنسان، ماكو شيء عنده إدراك نحن بالنظرية الإسلامية ما نقول؟ نقول أكو إدراك عند المخلوقات لو ما أكو؟ قرآن يقول ولكن لا تفقهون مو معناته إحنا، ما عرفنا هي تسبح لله، تعبد الله، إحنا ما نفهم يعني شنو؟ يعني هذا الخشب وهذا الحديد وهذا البلاستيك وكل شيء بالوجود عجر، مدر، سماء، أرض، بحار، مخلوقات، كواكب تعبد الله عندها مستوى من الإدراك لكن بحد معين، مو نفس الإدراك اللي موجود عند من عد الإنسان إذن ما هي الأمانة التي امتنعت السماوات والأرض والجبال عن حمل تلك الأمانة؟ قال علماؤنا ركزوا معي قال علماؤنا الأمانة هي عبارة عن العبودية الإرادية عند الإنسان كل الخلائق تعبد الله، بس مو مثل عبادتك أنت يا بني آدم تعبد الله مجبرة على عبادة الله طائعة تجري بأمره إحنا نعبد الله الخصوصية ما لعبادتنا أننا نعبد الله بإرادتنا الخلائق، المخلوقات الباقية شبيها؟ ما عندها إرادة الله سبحانه وتعالى عرض العبودية الإرادية على السماوات والأرض والجبال وهذا الوجود شبيها؟ شنو قالوا؟ قالت هذه المخلوقات نحن مسيرات ولسنا مخيرات فامتنعت عن حمل تلك الأمانة من الذي حمل تلك الأمانة وهي العبودية الإرادية؟ حملها الإنسان لا يقولوا واحد أن الشيخ جاي يفسر أن الأمانة غير الولاية لا، هذه العبودية الإرادية جزء منها شنو؟ الولاية، حتى لا يصير لبس الموضوع جزء منها ولاية أهل البيت وإلا عبودية من دون ولاية شيصير؟ لكن هنانا من الإنسان حمل تلك الأمانة نتجت عندنا فتظاهرة جديدة فتحالة ما موجودة عند كل المخلوقات وهي حالة موزينة سيئة مع الأسف ما هي؟ حالة النفاق والعياذ وبالله تقدر تقول عن الحجر منافق؟ تقدر تقول عن الشجر منافق؟ تقدر تقول عن الأرض والسماء منافقات؟ لا تقدر لكن تقدر تقول عن الإنسان وهذا النفاق مشكلة لأنه الإنسان يعبد الله بإرادته فمرة شوف أنت من جانب يعبد الله تبارك وتعالى لكن من جانب آخر شبيه؟ يفعل أفعال تنافي العبودية الإرادية ماذا يصير؟ إذا الإنسان يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإذا الإنسان أربعة وعشرين عساعة عايش بالفحشاء والمنكر شنو صار؟ صار في حالة من النفاق والعياذ وبالله لذلك تشوف القرآن الكريم الله تبارك وتعالى ما أنزله على السماوات والأرض والجبال مو؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته شبيه؟ خاشي عنه لكن هاي لو أداة شرط غير جازمة نزل القرآن لو ما نزل على الجبل ما نزل علي من أنزله الله تعالى؟ أنزله على الإنسان كرامة له كرامة من الله تبارك وتعالى للإنسان أنه ماذا؟ أنزل عليه القرآن الكريم أنزل الله تبارك وتعالى علينا القرآن كرامة لنا لذلك هذه الأمانة حملها الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل له أمناء في هذه الأرض الذي هو الإنسان أمناء الله تبارك وتعالى هم أهل البيت الأمانة العظمى الكبرى اللي هي أي أمانة؟ أمانة النبوة وأمامة؟ وأمانة الإمامة هل من الله سبحانه وتعالى جعلها عند من؟ جعلها عند أمنائه النبي أمين الله الإمام أمين الله السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده لكن هنا نسأل نقول هذه الأمانة التي عبأ بها شخص الإمام وشخص النبي هذا هل هو لطف محظ من الله تبارك وتعالى؟ أم أنها استحقاق فردي؟ يعني الشخص الإمام لما صار إمام في مؤهلات في كفاءات أهلت لأن يكون نبي وإمام؟ لا بدون كفاءة الله سبحانه وتعالى سوى لطف محظ من الله كفاءة جعل هذا الإمام إماماً وهذا النبي نبياً حاتم الطائي كان كريماً النبي قال للبنت لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه لكن ما دخل لكن النبي كان يشيد بكرمة كان سخي وكريم ما دخل الإسلام حاتم الطائي كان كريم وما كان تاجر ترى مليونير ولا كانت عنده أموال قائلة يوم من الأيام نص اللي يدخل عليه فدي ضيف ما عنده إلا الفرس مالته وعزيز عليه ذبحه وطبخه وقدمه هذه حالة يا الكرم مو كثرة الأموال لا الكرم لأن الإنسان نفسه تصير كريمة مرة تروح لك عد فقير شقد تاكل ديش الأكل الطيبة واطب لك عد تاجر وممكن ما تشتيهي تاكله مو؟ هذا كريم كان يشعل نار على الجبل ابن الصلية التايه الرايح الجايد جوعان العطشان وين ينزل؟ ينزل يوم حاتم الطائي ذاك اليوم ما تحاتم الطائي تعدت أمه على المضيف شافت أخوه قاعد بمكانه بالديوان سين يقولي قالت لابنين انتش جاي تسوي قالها أنا جاي أحل محل أخوي قالت لي يعني شون تحل محل أخوي قالها أنا مثل ما تشعر أخوي كريم ويكرم الضيف أنا بعد هذا السهم راح أقعد بمكان أكرمه قالت لي لا ابني هذا المكان ما يصلح لك قال لي هش قالت لي أنت لئيم وأخوك كريم أك فرق بين اللئيم والكريم قال عجب أم الله وحدة تقل للإبن هلئيم قالت لي شون عرفتيني قالت لي من يوم شين الطفل الرضيع هذا أخوك لما أرضع من صدري ما يقبل ياخذ صدري إلا أرضع قبل اثنين ثلاثة ألا يسكر طفع منه أنت بخلاف أخوك إذا شين ترضعت واحد قبلك ما تقبل تاخذ صدري ما ترتضع فهذا المنصب هذه السمعة الطيبة اللي صارت الحاتم الطائي صارت بيمن أكو مؤهلات أكو مؤهلات أكو قاعدة أكو أساس الكلام حتى صار كريم لذلك المسلمين لما يجون إلى مسألة النبوة والإمامة يقول البعض طائف من المسلمين تقول لا إن الإمامة والنبوة هو لطف محظ من الله تبارك وتعالى البعض تقول يقول لا مولطف محظ وإنما من أجل مؤهلات وكفاءة في شخص المحصوم أهلته لأن يكون نبيا وإماما وإماما إحنا في مدرسة أهل البيت ماذا نقول نقول لا إن الإمامة والنبوة هي لطف محظ من الله تبارك وتعالى لمن توجد عنده الكفاءة والإمكانات يعني نجمع بين النظريتين هم لطف محظ من الله وهم ماذا وهم كفاءة شخص الإمام شخص المحصوم لو ما عنده كفاءة لتحمل تلك الأمانة ما عبي أبيها إذن أكي مؤهلات في شخص الإمام إضافة إلى اللطف المحظ الإلهي لقمان ما كان نبيا لكنه ماذا كان كان حكيما الله تبارك وتعالى يحبه داود كان نبيا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى لقمان أني أريدك أن تكون خليفة في الأرض يعني تكون نبيا صير نبي قال إلهي إن كان هذا فرض فأنا أقبل من هو لقمان أما إذا كنت مخير فأنا أعتذر عن حمل تلك الأمانة قال قال لا يا أيضا لقمان أنت مخير وهو ليس بفرض عليك قال إذن إلهي اعذرني إلهي اعذرني اعتذر عن حمل الأمانة تحولت الأمانة منينا النبوة من لقمان إلى داود يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِصْرِ لكن هذا الاعتذار من لقمان ما كان نابع من جهل لقمان كان حكيما لما اعتذر عن حمل تلك الأمانة اعتذر بحكمته وليس بجهله لذلك داود يقول له هنيئا لك يا لقمان لقد استرحت من عبء الخلافة لأنها ثقل على الإنسان لكن بحسب الضوابط والمبادئ الدينية عند الله تبارك وتعالى شأن لقمان أعظم ولو شأن داود لا داود أعظم شأن عند الله ليش؟ لأنه نبي ولقمان ما كان نبيا بل كان حكيما الله إذن شنو؟ أكو كفاءة متفاوتة حتى بين الأنبياء بين الأنبياء الكفاءات متفاوتة موسى نبيا وهارون شبيه؟ هم نبي وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أربعين ليلة غاب موسى عن قومه تعرف أن فيه تفاوت بالكفاءة لما كان موسى موجود ما كان السامري يتجرأ في أن يستطيع أن يتصرف ويحرف جمع كبير من الناس وخليهم يعبدون العجل غاب هالأربعين يوم اللي غاب بيها رجع موسى شاف أكون فلات بالعقيدة وفي الدين طلع السامري بنا له سوال صنع لفد عجل له خوار إلى صوت مثل العجل وقال لهم يا ناس هذا إلهكم وإله موسى ورجع شاف الناس قاعدة تعبد العجل كنو جاي يسوون انتم لكن أكو طبقة من الناس استطاع هارون أن ماذا أن يحافظ عليهم وما يعبدون العجل قال يا ابن أم لما لم تخبرني لما لم ترسل إليه لما لم تأتي إليه شوف الناس تعبد العجل قال يا ابن أم لا تآخذني أنا لو تابعك وتارك هاي الناس لا حتى هذا الكم اللي أنا محافظ عليه شان راحه وعبده والعجل أنا بقيت مهمتي أن أحافظ على هؤلاء الثلة اللي أهمى ما عبده والعجل إذن لما تجي شوف إمكانية موسى أنه ماذا يحافظ على هذا الكم الهائل كاملا إمكانية هارون غير إمكانية موسى التي كان يحملها يعني أكو تفاوت بالقدرات بالنتيجة هذه أمانة عبء حمل الله سبحانه وتعالى لا تصور أن الإمام يكون إمام بسهولة وأن النبي يكون نبي بسهولة لا أكو أعباء أكو اختبارات أكو امتحانات يمر بها النبي ويمر بها الإمام حتى يكون إماماً ويكون نبياً وأن لا مو من الشارع يجسر نبي ولا من الشارع يجسر إمام مو شهادة ولا جامعة ولا كلية ولا تروح تدرس بالخارج ترجع نبي ولا تروح تدرس بالخارج ترجع إمام من المقابل إحنا عدنا أمانة أيضاً كذلك يجب علينا حفظ تلك الأمانة هي ولاية محمد وأهل محمد اللي النبي أوصانا بها إني تارك فيكم الثقلين هاي أمانة لازم إحنا ننصونها ونحافظ عليها كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبداً وإنهما ليفترقا هاي أمانة تركها النبي لكن شنو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فانظروا كيف تخلفون تخلفوني فيهما شلون تخلفوك يا رسول الله لقد نقضوا بيعتك وعهدك ذاك الشعر خاطب يقول يا أمة نقضت عهود نبيها أفمن إلى نقض العهود دعاك هل لا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك لكن وقفوا يوم عاشوراء الحسين سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله على ما تقاتلوني الله أكبر ماكو واحد عنده شوي غيرة يوقف يتفكر بينه وبين نفسه يقول من هذا المتكلم مو هذا سيد شباب أهل الجنة مو هذا اللي الناس شافوا صاعد على ظهر رسول الله مو هذا اللي النبي شافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله على فمه وفي نحره وعلى صدره يقول حميد ابن مسلم يوم عاشوراء تدري هذا الحسين هذه شخصية رسول الله يقول يوم العاشر لما انتهوا من قتل الحسين وحرق الخيام وسبين النساء والأطفال يقول قبل لا يحرق جيش عمر ابن سعد من كربلا تدري ماذا صنعوا يقول وقف عمر ابن سعد نادى يا قوم ادفنوا قتلاكم وتركوا الحسين وأهل بيته يقول زينب كانت واقفة تأثرت بهالكلام عجيب شلون تطلع قتلتم ابن بنتي رسول الله ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة وبعد ذلك ما تريدون التفنونة قال لا تركوه قالت يا ابن سعد ما تستحمل رسول الله بما تواجه رسول الله يوم القيامة انته وراح تخلي ابنه وصفته على رمضاء كربلا بلا غسل ولا كفل قال اجيبوها قال له لبما نجيبها ايها الامير ندفن الحسين وأهل بيته قال لا لا علي بعشرة من الخيال الله اكبر ندى يا علي بعشرة من الخيال طلع اسحاق ابن حوية ويا عشر فرسان لعنهم الله ثم قال غيروا حافر الخيل حطوا حافر جديدة ثم نادى يا خيل الله اركبي وبالجنة يبشري وارضي صدر الحسين وارضي صدر الحسين يقول اسحاق ابن حوية كان الحسين مكبوبا على وجه نزلنا من على الجياد عدنا جسد الحسين خلينا الجسد الشريف على ظهره حتى يكون حافر الخيل على صدر المولى يا قوم ما فيكم رحيم رحم اللهم العطية جهز ابن أم هذا جسد وعل الحراب فوق الثرق ما ارمي عارب فلا يكفر قول يا زينة بش عندك قالت قالت ياهولي غسل جثتي بن أم ويشفين ها يا يا شيع جنازة بوعلي وبالقبر يدفين ها يا يا ها يا عاري على التربا بس ما سمعها بن سعد نادى بفرسان بلد الأبو الخارجية لفت تنساني من هي من هي بنت النبي العدنا قال وشلون نجيبها نجهز الوالي قال هم خيول الأعوجية صعدوا ويعلي يا 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 الله وساول جسد ميد رقبت من الجيمين عشرة ورضضت صدر يا 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 بركضت شميش وما هدمتي سوري العالي يا ضيعت النسوان ثم نظرت إلى ابن أمها تحت سنابك الخيل صحت يا ليتني عميا بعد أهلي ولا أشوف مرضوض جسمك يلولي ويمقطع أشفوف عاري على التقربة وإذا بزينب نادم أنا أرد أنشد الخيال المجبليين أنا أرد أنشد الخيال المجبليين المجبليين اللعبة على ابن أم ميادي بعد يوين لبا يا 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 اطلع حسين إذا عندك أن أبيات الدعاء تقلها بين شو وبين الله يا خيال الأعوج Peterson يا 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 دست امام اللي تضاوه بردة التشكي لهوت قدس وما تشايا كل الباريه بعد دستي على صدره او رففته اضلوعه وزينا لعباده عيناي ويتجري دموعه ويصيح واذ الله اين عشيرتي وسرانت قومي اين أهل ودادي نقرأ الآية الكريمة لشفاء المرضى لقضاء الحوائج كم مريض عدنا أوصينا لهم بالدعاء يرقدون في المشفى بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله اللهم شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين بحق مريض كربلازين العابدين إلهنا بباب الحوائج أقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدينا إلهنا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلهنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا المؤسسون تقبل اللهم ما عملهم إلى أمواتهم وأمواتنا وأمواتكم الله شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوان